موسيقى موسيقى تحية لكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من الثلاثاء الاقتصادي أقرت حكومة نظام موازنتها لعام 2022 بأرقام أظهرت أزمة حقيقية لم يتمكن من خلالها من تغطيتها خلال الأشهر الماضية كما اعترف وزير المالية في الحكومة أن هناك عجزا يتجاوز أربعة مليارات ليرة هذه المليارات يقول كثيرون إنها أقل من العجز الحقيقي الذي تؤكده نسب التضخم المثبتة وقيمة الليرة السورية المتهاوية خلال السنوات العشر الماضية لم تكن موازنات النظام لسوريا ذات أبعاد استثمارية رغم التصريحات الكثيرة حول تحسن اقتصادي مبني على الإقرار المالي لكل عام فكيف سيكون عام 2022 اقتصاديا على حكومة النظام؟ وهل سيكون للتحركات السياسية وديبلوماسية تأثير في صحتها؟ هذا الموضوع وغيره من المواضيع سيكون موضوعنا لهذه الحلقة بداية دعونا نرحب بالصحفي محمد بسيكي يتحدث إلينا من باريس ليشاركنا في هذه الحلقة تحية لك سيد محمد تحياتي مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين تحية لك قبل البدء بهذه الحلقة دعونا نستعرض الأجوبة التي جاءت على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي على سؤال حلقتنا لليوم والسؤال كان هل تصدق الأرقام الصادرة من حكومة النظام حول الموزنة العامة على منصتنا في تويتر 6.7% اختاروا نعم و93.3% قالوا لا أما في منصتنا على يوتيوب فجاءت النتائج على الشكل التالي 16% قالوا نعم و84% قالوا لا نسبة متفاوتة سيد محمد تعليقك بداية على نتائج التصويت طبيعي هذا الشيء بقدر أفهمه من سياق تطبيق أو النتائج اللي بتجي فيها الموازنة بشكل أساسي هل تم تطبيق أو تنفيذ الخطط التي ذكرت أو الأنفاق هل تم بشكل أساسي هل الاستثمارات التي رصدت في الموازنة كمبالغ مالية تم تنفيذها أو لا بطبيعة الحال هذا الشيء لا ينفذ 100% بطبيعة الحال وبقدر أفهم أن هذه الأرقام طبيعية تشكيك المتابعين أو اعتبار أن ما تحتويه الميزانية من أرقام لا ينعكس على أرض الواقع من خلال كلام النظام والحكومة دائما أن هناك استثمارات أو هناك أنفاق جاري أو سيتم تعزيز الدعم أو غيره لكن على أرض الواقع أنت وأستاذ المشاهدي منشوف أنه هذا الشيء ما كتير عابتنفذ بعيد عن الواقع الموازنة الماضية كان نفس الكلام والذي قبله نفس الشيء وبعتقد هذه الموازنة لعام 2022 ستكون كوبي بيست عن السابقة ليش؟ لسبب بسيط لأنه ما في أي عوامل تخليك تقول عكس ذلك السيستم العقوبات ما يزال قائم المقاطعة الدولية ما تزال قائمة في إحجام بشكل كتير كبير أكثر من أي وقت مضى بالعكس أنا بشوف أنه أكثر من أي وقت مضى على الانخراط والتقديم والإقدام على الاستثمار وغيره لذلك بتشوف أنت الآن في تخوف في حديث كتير كبير عن أن الليرا رح تكون هي ضحية في الموازنة القادمة وفي كتير تخوف من أنه هذا ينعكس كتير على الأسعار وعلى سيستم العملية الشرائية وأسعار مستهلة نعم سنتي على ذلك في وقت لاحق أستاذ محمد اليوم نتحدث عن ميزانية جديدة تم إقرارها أربع آلاف مليار ليرا سوريا هي الموازنة الأعلى ربما بتاريخ سوريا تعادل ما يقارب ستة مليار فاصل ثلاثة دولار برأيك لماذا يسوق النظام للقيمة الأولى ويتناسى الثانية؟ طبيعة الحال البهم النظام هو قيمة الليرا يعني مستحيل هو عم بحارب دائما الترويج للدولار والاستخدام الدولار ونعرف هذا الدولارة السوق كان كتير متشدد بهذا الموضوع حتى أصدر قوانين وأطلق عمليات اعتقال واسع على أي حدا ممكن يستخدم دولار أو يتعامل بالدولار أو غيرها هذا بجانب الأسر النفسي على الليرا هذا واحد اتنين بهموا يظهر المبالغ المالية الكبيرة وهذا شيء طبيعي أنه نحن عنا ميزانية أو موازنة قيمتها كزا تريليون وبالتالي قد يكون هناك عامل بث عامل أطمئنان لا أكثر ولا أقل لكن مستحيل يكون بنفس الوقت عم بتم اعتبار الدولار يعني الميزانية ما ممكن تؤخذ بالدولار لأنه دائما المرسوم اللي بيطلعوا بعض القانون بمجلس الشعب وبعض القانون اللي بيصدر هو بالليرة السورية فالتجاهل منطقي يعني بالنسبة للنظام ويعتبر أنه الدولار معنو كتير شيء كتير مهم طالما نحن عم نشتغل على تعزيز الليرة وصمودة وإلى آخرين نعم قبل أن أسألك سؤال التالي يعني أود فقط التنويه إلى أن حجم الموازنة التي تم إقراره هو 13 ألف مليار وأنا قلت أن رقم بشكل خاطئ لذلك وجب الاعتذار الكثير من الجدل الأستاذ محمد كل عام مع إصدار الموازنة يحدث خصوصا مع الحديث عن العجز الذي لا يضعه نظام في حسبانه ما وجه الجدل هنا؟ الديفيسيت شيء العجز يعني شيء مانو مفاجئ لأنه ما في أي واردات أنا بشوف أنه الاقتصاد في حالة شلل من زمان يعني وعم نشوف أنه الموازنة حتى لو كان المبلغ بالليرة السورية أكبر من السنة الماضية لكن على أرض الواقع نحن تقوم بالدولار ودائما يتم ذكر أن الموازنة قومت على دولار معين هو الدولار الرسمي بعتقد عام 2022 سيكون 2512 ليرة سعر الدولار كان السنة الماضية أقل لكن مثل ما ذكرت حضرتك أن هذه الموازنة هي أكبر بالليرة لكن أقل بالدولار وهذا اللغة اللي بيصير دائما أو الحديث عن الموازنة بأنه رح تأثير كبير أو الناس بتحكي فيها أول شيء مفهوم لأنه رح يكون إلى كثير تأثير على حياة المواطنين وطالما ما في عنا إيرادات وإذا تفصلنا أكتر بتفاصيل الموازنة ودخلنا نقرأ أكتر نشوف أنه 90% هي إنفاق جاري وبالتالي تشمل رواتب وموظفين وإنفاق لكن توليد استثمارات أو فرص عمل وهذا هناك نحن نقام نحكي عن فرص حقيقية لإنعاش الليرة أو لتحريك عجلة الاقتصاد نشوف هذا الشيء غائب بشكل كثير كبير طيب أستاذ محمد هناك من يقول بأن الموازنات منذ عام 2012 هي تكرار سطحي للموازنات السابقة كيف تفسر هذه الفكرة أو هذا الطرح طبعاً هي التكرار السطحي هو لأنه ما في شيء أي إضافات ما في أي إضافات مثل ما ذكرت أنه من عام 2011 من بداية السورة كان السيستيم العقوبات مفاعل وكان في تخوف كتير كبير من الإقدام والعمل بسوريا أو حتى الاستثمار كمان شفنا تراجع الليرة أو غيرها ما في أي إضافات عند النظام لحتى أي أولى لذلك هي عم تكون تكرار لموازنات سابقة كمان عم تظل مفتوحة يعني نحن ما بنعرف ما في شفافية بالموضوع يعني نحن ما بنعرف إذا ميزانية عام 2021 أو اللي قبلها عام 2020 تم تنفيذ بنودها بالكامل بعض الميزانيات الموازنات عفواً لا تزال مفتوحة وما في شفافية بالإعلان عن نسب التنفيذ هل تم تنفيذ بنود الأنفاق الجاري مثلاً ما بنعرف الاستثمارات اللي قال بالموازنة أنه رح ينفزها هل تم كمان ما بنعرف وهذا الجانب اللي اللي ما بيعطي شفافية للتنفيذ لا عند إصدارها ولا عند تطبيقها عرفت علي فالعملية يشب الغموض بشكل واضح ما يهم النظام الآن هو الإعلان عن موازنة الإعلان عن أرقام إصدار قوانين قانون اعتمادة وبس التطمينات يعني هي مجرد حالة وظيفية يجب أن تتم كل عام في مثل هذا الوقت يجب أن نعلن عن موازنة يجب أن نقر الموازنات الخطط الخمسية إلى ما هناك روتين بشكل أساسي بكل سنة مثل هذا الوقت بشهر 19 تبلش الحديث عن الموازنة لكن الأهم من هذا الشيء هو كيف ستنعكس هذه الموازنة على حياة الناس هذا أهم شيء كيف تأثيرها على بنود الاستثمارات الحياة المعيشية الليرة كثير أنا بصراحة عندي هاجس من أنه يتم تأثير مباشر على الليرة خاصة أنه أنت أعلنت عن رقم كبير من غير المعروف من أين سيتم جباية هذه الأرقام من أين سيتم تحصيلها ما في عنا محدودة موارد الدخل الآن للنظام بسوريا حتى مع سياسة الانفتاع تقرب بعض الدول كذا أنا بأعتقد أنه ما سيكون إلى هذا الأسر اللي يعني يقلب المعادلة بشكل كامل نعم إذن هناك شكل من أشكال الروتين يتم كل عام في مثل هذا الوقت يجب أن نقر موازنة عامة ولكن دون العمل على مضامين هذه الموازنات وعمل حقيقي يتم خلال هذه الموازنات أستاذ محمد 11 موازنة عام طرحها النظام منذ عام 2011 كانت تزيد قيمتها بالليرة السورية لكن ما قيمتها بالدولار كانت تنخفض شيئا فشيئا لنرى سوريا من خلال هذه المادة كيف تغيرت القيم مع انهيار الليرة المستمر طبعا موازنات النظام هنا الليرة مقابل الدولار سنبدأ من عام 2011 كانت الميزانية بقيمة 835 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 18.3 مليار دولار أما في العام 2012 كما نلاحظ فارتفعت الميزانية إلى 1326 مليار ليرة سورية لكنها بالدولار أيضا ارتفعت وأصبحت 24.1 مليار دولار بالذهب إلى العام 2012 فسنلاحظ بأن الميزانية أصبحت 1383 مليار ليرة سورية بينما كانت تقابل بالدولار أنذاك 20.4 مليار دولار في العام 2014 وهنا نلاحظ الفرق الكبير والشاسع بين الرقمين بالليرة والدولار الميزانية أصبحت 1390 مليار ليرة سورية لكنها بالدولار كانت 9.9 مليار دولار وهنا الانحدار الكبير لسعر الصرف في هذا العام بالانتقال إلى العام 2015 نلاحظ أن الميزانية ارتفعت إلى 1554 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 15.36 مليار دولار أما في عام 2016 وهنا أيضا نلاحظ الانهيار الكبير لقيمة الليرة السورية كانت الميزانية 1880 مليار ليرة أي ما يعادل 7.9 مليار دولار بالذهاب إلى العام 2017 العام التالي الميزانية ترتفع هنا إلى 2660 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 5.1 مليار دولار في العام 2018 الميزانية السورية تقفز إلى 3178 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 7.6 مليار دولار أما في العام 2019 وهنا كان الرقم 3882 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 8.9 مليار دولار وفي عام 2020 قفزت إلى 4000 مليار دولار وبحسب سعر الصرف أن ذاك كانت تعادل 6.3 مليار دولار أما في العام الأخير في عام 2021 فنلاحظ بأن الميزانية أصبحت 8500 مليار ليرة أي ما يعادل 4.1 مليار فقط وفي عام 2022 العام القادم وهذه الميزانية الأخيرة التي تم إقرارها فبلغت وهي الأعلى طبعا 13.325 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 5 مليار دولار فقط نلاحظ الفرق الشاسع أستاذ محمد من عام 2011 كانت الميزانية بالدولار تعادل 18 مليار دولار وفي عام 2022 العام القادم بحسب الموازنة الأخيرة 5 مليار دولار فقط فرق شاسع ما تعليقه؟ نعم هذا التراجع الدراماتيكي بشكل أساسي يحكي الحكاية من 18 أو 24 مليار دولار لـ 5 مليار دولار نحن نحكي عن أكثر من أقل من ربع المبلغ المرصود بالسنوات السابقة يعني مفهوم هذا الشيء بإطار أنه انخفاض الواردات إذا ما كان عم نقول عدمها اعتماد بشكل كثير أساسي بالميزانية أو بمحاور الموازنة العامة هو الاعتماد بشكل كثير كبير على الضرائب في ظل تراجع الإيرادات الأساسية تقريبا وفق الأرقام نحن عمنا تقريبا 70% من الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب هناك الحديث عن المزيد من الضرائب التي سيتم فرضها على رجال الأعمال وأصحاب المهن المتبقية في سوريا كمان نرى مثل ما قلت بالبداية أنه نسبة كثير كبيرة من الأرقام التي يتم رصدها هي الأرقام للإيرادات تم انفاق جاري لا يوجد جزء كثير كبير من الموازن هو انفاق الجاري مثل ما حكينا من قبل أنه يشمل رواتب الموظفين وهذا الشيء الأساسي بالنسبة للنظام حاليا هو الحفاظ على الرواتب وكتلة الرواتب والأجور بشكل أساسي بعدين الحفاظ على الدعم الدعم الاجتماعي بالشكل الظاهري ولو أنه عم نشوف أنه سنة بعد سنة سنة بعد سنة عم يتم رفع الدعم عن كثير من المواد المدعومة مثل السكر والخبز والمحروقات وغيرها وهذا هذا له تفسير واحد أنه نحن ما عنا إيرادات لنحطها بالموازنة سوى باللجوء لهذه الطريقة في نقطة أيضا كتير مهمة في محور الحديث عن الإيرادات أنه سيتم اللجوء إلى استدانة وهذا الشيء اللي صار بالسنة الماضية هو ما يعرف بسندات الخزينة سندات الخزينة هي طرح سندات خزينة بالدولار أو بالعملة الصعبة يتم توفيرها من قبل المصارف الخاصة الموجودة بسوريا يمكن أن تكتب على سندات خزينة محددة أو طويلة الأجال بسعر فائد طوب البنك المركزي وطبعا كان فيه تمهيد كبير سابقا لهذا الموضوع لأن المصارف نحن عنا 14 تقريبا مصرف بسوريا كان فيه حديث كبير عن سيولة فائضة موجودة لدى المصارف سنوات وبالتالي ما تم توظيفة لأنه كان النشاط المصري في شبه متوقف ما فيه عمليات قروض ائتمانية ما فيه أي كان يعني شبه الوضع ما فيه أي إقراض ما فيه استثمارات النظام البنكي موقف وبالتالي صار فيه توليد أو فيه تراكم للسيولة وبعتقد أنه هذا الشيء سيستخدمه بحيسنة مثل ما صار بالسنة الماضية بالضبط أستاذ محمد هل يمكن القول أننا كنا أمام عشر سنوات من الفشل الاقتصادي طبعا طبعا فشل انعكس بشكل أساسي على حياة الناس نعم نشوف نحن نحن للأسف مستمرة الطوابير الأسعار التضخم ما رح هذا الشيء ما التغى الفشل الاقتصادي يرسمه سياسات موجودة حاليا يعني كثير من السياسات التي علاقة بالترهيب والتخويف وخلق عامل نفسي كثير نعكس بشكل أساسي ولا ننسى أنه النظام ما عنده أي حلول سوى اللجوء إلى الداخل من أجل تحصيل الأموال طيب يعني شاهدنا في العام 2020 ربما أزمة كورونا كانت أزمة خانقة لكل الدول تقريبا في العالم وأثرت اقتصاديا بطبيعة الأحوال على كثير من مرافق الحياة والكثير من المجالات وفي سوريا تحديدا كان هناك أزمة إضافية إلى جانب أزمة كورونا هي أزمة رامي مخلوف نعم كما تعلم يعني الأزمة الاقتصادية التي شاهدناها إلى أي حد يعني ساهمت هذه الأزمات بتعقيد الأمر اقتصادي يدعم أن الأمر هو منهار أصلا برأيك يعني أنا بشوفها هي مكملة فقط لا غير ما أنه هي عامل أساسي أو حاسم القصة أعمق من هيك وأعقد أنت عندك سيستم اقتصادي معزول بشكل كامل عن العالم أنت ما عندك أي تواصل حتى كل المجالات مغلقة يعني فيه سيستم عقوبات شديد جدا صارم مرتبط بالحل السياسي بشكل أساسي يعني المفتاح موجود بس الموضوع عقد من هيك بالنسبة ل موضوع كورونا أوكي يمكن أنت هذا بتحكي ببلد طبيعي مستقر في حياة طبيعية اقتصادية بس مو متل بلد متل سوريا يعاني من عشر سنوات من حرب ووضع اقتصادي كارثي على كافة المستويات ومعيشي أيضا أما بالنسبة لقضية القضية التانية التي ذكرتها حضرتها كرامي مخلوف أو غيرها هي تأتي في إطار صراع داخلي هدفه السيطرة على رجال الأعمال أو الأموال اللي بيعتقد النظام أنه قد تحقق له عائد مادي يجعله يعني على قيد الحياة أو تحقق له ديمومة للخزانة العامة بشكل أساسي أنه نحن في عنا كتلة معينة من الأموال يجب أن تعود أو يجب أن تستثمر ومن هون نفهمها لكن هل هذا الشيء بشكل أساسي هو سبب الأزمة أو كذلك أنا لا أعتقد إلى هذا الحد مبالغ فيه الموضوع يعني مع شخص مثل رامي مخلوف ماسك نص أو أكتر من نص اقتصاد سوريا ربما يكون سبب أو يوفر يعني أسف حمد جرت هو مكمل مكمل هو موضوع خانق بشكل أساسي بطبيعة الحال وشفنا مو بس رامي مخلوف يعني حتى غيره من رجال الأعمال وما منعرف إذا هذا الشيء رح يصير بالمستقبل بأعتقد أنا رح يتكمل العملية يعني رح يتطال رؤوس أخرى نعم نعم أستاذ محمد جرت العادة أن تقسم السنة الاقتصادية كما هو معروف إلى أربع أربع ويتم رصد كل ربع سنة وفق الإرادات ولا عجز ما سيرتجاه النظام لهذه التقارير الربعية المتعارف عليها التقارير الربعية هي رصد لحالة معينة نحن بتعمل تقارير ربعية لتعرف لقياس مؤشرات الأداء بشكل أساسي لنعرف الخطط التي حطينا وين رايحها هل تم تنفيذ الخطط بس بالوضع السوري لا يوجد خطة هذه المشكلة تم أقرار الموازنة وتم أقرار البنود أوكي وطلع قانون بس هل تم التنفيذ ما في شفافية أبدا ما بنعرف إذا تم التنفيذ لذلك التقارير الربعية وغيرها هي أنا بشوفها بالنسبة للنظام هي تحصيل حاصل ما أنا بهذا الأهمية مثل إذا منحكي مثلا عن شركة خاصة بهمة تقرير الربعي لا تعرف أنه قيس مؤشرات أداء يكون في نية حقيقية لأنه هي تعرف فعلا المؤشرات والأرقام الحقيقية وليست حالة روتينية كما يحدث في مؤسسات النظام كالعادي طيب تأخر طرح الموازنة في هذا العام ونحن في أواخر شرينا الأول وهذا التأخر يظهر بشكل جليل ربما أن هذه الموازنة خالية تماما من المشاريع الاستثمارية برأيك هل ستقتصر على الإنفاق الجاري واعتمادات الرواتب والأجور مثل ما قلت من البداية نحن عنا تقريبا 70% من الإرادات هي من إرادات الموازنة هي من الضرائب يعني نحن ما فيه دخل أيها ما فيه أي دخل للنظام إلا الضرائب بشكل أساس الصادرات اللي كانت قبل الثورة بتشكل قطاع كتير مهم بالإرادات بالعملة الصعبة بالدولار أو باليورو ضررت بشكل كتير كبير توقفت إلى حدين كتير كبير هلأ فيه استئناف تصدير المجاورة لسوريا أو الحلفاء للنظام بشكل أساسي والدول التي لا تزال تحترفز بعلاقات سواء بالمحيط العربي أو بغيرها لكن بالنسبة للإنفاق الجاري هو اللي بيأخذ 90% تقريبا من الموازنة إذا بنا نحكي عن مشاريع استثمارية ما فيه أي مشاريع استثمارية يعني بنشوف نحن بالموازنة السابقة تقريبا الرصد للإستثمارات أو للعمليات الاستثمارية اللي بتصير هي واحد مليار من مجمل الموازنة ونحن نشوف هنا هذا الرقم كتير ضئيل هذا السنة تم نسخ الموضوع نفس الأرقام تم نسخها لها الموازنة نفس العملية نفس التركيبة ما فيه أنا بشوف ما فيه أي استثمارات الاستثمارات اللي عم بتكون هي بشكل أساسي شركات عم تفتح من دول قريبة أو حليفة للنظام شركات يقوم بها أشخاص أشخاص أفراد ما أنا شركات ضخمة عالمية إلى آخر يتسس لمشاريع استثمارية يبنى عليها يعول عليها لاحقا بخلق فرص عمل وتشغيل والحد من البطالة وغيره هذا الشي ما متوفر نعم طيب أستاذ محمد يعني شاهدنا بالعام الأخير أو العام الجاري الذي نحن فيه في الأشهر الأخيرة هناك يعني ربما انفتاح جزئي على بعض الدول ربما بضوء أخضر أمريكي هل يعني لهذا الانفتاح الجزئي كما حصل مع الأردن والإمارات دور في ظهور الموازنة بهذا الشكل النظام عول بشكل كتير كبير على أنه الانفتاح مع الدول الأخة التي كانت تتخذ موقف معين خلال سنوات السورة بأنه هي أفق جديد انفتاحة جديدة للاقتصاد المنهار وأنه سيكون هناك بوابة أمل جديدة من خلال استئناف للنشاط التجاري التصدير التبادل التجاري يعني خلق حالة من هذه الدول وشفنا أنه وفود اقتصادية من النظام زارة دول مثل ما تفضلت حضرتك الأردن والإمارات وغيرها وأعلنت عن أنه هي مستعدة للتعاون ومستعدة للتبادل وتم أيضا مبادلة المشاعر نفسها مع وفد النظام من الدول لكن اللي بنا نشوفه على أرض الواقع هو اللي يبرهن إلى أي مدى هذا الكلام سيتم تنفيذه وقول لا نحن نشوف أنه قانون قيصر لا يزال مفاعل صحيح في نية كتير كبيرة إلى الآن بالاستمرار بخلق حالة من الضغط على النظام لإجباره على الحل السياسي حتى لو دول أخرى رضت أنه تدخل في عملية تشاركية مع النظام أو تتم عمليات تبادل تجاري أو تعاون اقتصادي حتى في مختلف المجال أو صادرات أو طاقة يعني كان فيه خط الغاز العربي مؤخرا يعني كمان واحد من أنواع هذا اللي أنا جاي أحكي فيه طمعا هذا واحد من المنافذ الاقتصادية للنظام عم يعوّل عليها كتير لحتى تكون تساعدوا بمجالين الأول الحصول على الرسوم المتأتية من مرور الخط بالأراضي السورية زائد حصول على ربما غاز من أجل دعم المنظومة الكهربائية منظومة توليد للطاقة بسوريا هذا عامل باعتقد أنه شيء كتير مهم وخرق بالنسبة للنظام لأنه قدر ينجح بأنه يفوت بهيك مشروع لكن هل المشكلة ستحل؟ مشكلة النظام شكل أساسي توفر الموارد وغيرها أنا أشك في هذا الشيء كل شكر لك الصحفي الاستقصائي والبهتم بأشأن الاقتصادي محمد بسيكي كنت معنا من باريس كل الحب لك شكرا جزيلا إلى هنا نصل إلى ختامة ثلاثاء الاقتصادي مشاهدينا الأسبوع القادم حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة